موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك مع صغاري اليوم رح نتحدث عن أمراض الكلة والصيام معنا في الستوديو الدكتور عماد خزنة استشاري أمراض الكلة وزراعة الكلة مستشفى جامعة النجاح مساء الخير دكتور أهلا وسهلا فيك مساء الخير دكتور محمود أسعد الله مساءك ومساء جميع المشاهدين وكل سنة متسالمين وانت سالم أهلا وسهلا دكتور دكتور اليوم رح نتحدث عن أمراض الكلة وكيف أنه مريض الكلا بيقدر يتأقلم مع الصيام إذا يعني نسمح له أنه يصوم إن شاء الله بس بداية دكتور ما هو خلينا نقول عضو الكلية وآلية عمله ووظيفته يعني بشكل عام يعني الكلية عضوه مهم في جسم الإنسان بصغر حجمه ولكن وظائفه عديدة يعني الكلية مسؤولة عن الأملاح في الجسم على حمضة الجسم حمضة الدم تصنيع كرات الدم الحمراء طبعا بالهرمون الإيرثروبويتين هي طبعا تعتبر فلتر الجسم للسموم وللسوائل طبعا وظيفتها كمان ضبط ضغط الدم وظيفتها كمان إنه تتحكم بالأملاح في الجسم من وظائفها كمان إنه معادلة الكالسيوم والفسفور في الجسم والعظم وهاي هي دكتور يعني الأمراض اللي بتصيب الكلية واللي إلها طبعا يعني آثار سيئة جدا على صحة الإنسان بشكل عام كيف منقدر نقسم هذه الأمراض؟ أمراض الكلا بشكل عام يعني في عندك القصور الكلوي الحاد نعم والقصور الكلوي المزمن بمراحل الخمسة نعم في عندك أمراض الكبيبات الكلوية نعم في أمراض تلف الأنبوبات الكلوية نعم في عندك طبعا أمراض الحصوات الالتهابات الكلة طبعا الأمراض المتعلقة بالكلة كمان في منه ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون سببه من الكلية نفسها يعني بشكل عام هاي هي أمراض الكلة طب دكتور يعني لو نحاول نفسر لمشاهدينا كل نوع من أنواع أمراض الكلة آآ يعني ما إيش إيش هو يعني تفسير مختصر خلينا نحكي يعني هو القصور الكلوي الحاد نعم آآ هو ضعف وظائف الكلة اللي هو إحنا من منشوفها عن طريق فحص الدم اللي هو الكرياتينين واليوريا البولينا نعم آآ طبعا بترتفع في الجسم وبيكون الارتفاع ليش مسميه حاد لأن بيكون خلال أيام إلى أسب يعني إلى أسابيع نعم إذا تجاوز المدة إلى ثلاث شهور من ارتفاع وظائف الكلة أو أو قلة في البول أكثر من ثلاث شهور بيصير القصور الكلوي مزمن نعم قصور الكلوي طبعا زي ما حكينا إليه خمس مراحل المرحلة الأولى بتكون آآ مشاكل خفيفة في الجسم حتى يعني ممكن يكون مشكلة عضوية نعم يعني مثلا إنسان عايش بكلية واحدة بنسميه قصور مزمن نعم بدون مشكلة بالفلترة الجسم يعني بيكون الفلترة طبيعية مرحلة الخامسة بيكون قصور كلوي آآ يعني نهائي اللي هي بتطلب غسيل الكلة أو زراعة الكلة أو الغسيل البريطولي هو الفشل الكلوي فشل في شكل عام طب دكتور بالنسبة لفشل الكلوي الحاد أو قصور الكلوي الحاد ما هي الأعراض اللي بيبلش فيها يعني كيف المريض بيعرف أنه في عنده خلينا نقول يعني مشكلة في الكلة بداية مشكلة في الكلية هو عادة المشكلة في أمراض الكلة أنه بدون أعراض بس القصور الكلوي الحاد يعني عادة ما بيجو المرضى مثلا قلة في البول بيحكي لك البول كان لدي طبيعية ثاني يوم صار البول قليل أو إنه كان في بس هاي صارت مراحل خلينا نحكي يعني قربت من المراحل النهائية يعني للفشل كيوي يعني إذا كان الإنسان بعمل فحوصات دورية إحنا بكون أسهل علينا أن نتابع فحص الكلة تبعه بس المرضى اللي مثلا بيكون عندهم مرض مزمن زي السكر وزي الضغط وما بعمل فحوصات دورية صعب رح تكون مشكلة كبيرة رح تكون مشكلة لنك تعرف رح تكون مشكلة لنك تعرف وممكن أنه ينتقل من بداية المرض لنهاية لنهاية يوصلك في نهاية عشان يكون الفحوصات الدورية مهم جدا طيب دكتور الفشل الكلوي التام أو غسيل الكلة يعني كمصطلح ماذا يعني للمريض؟ الغسيل الكلة يعني فيه هو طبعا نوعين من الغسيل الكلة فيه غسيل الكلة الدموي اللي هو عن طريق ماكنة غسيل اللي هي بتسحب الدم الفاسد أو اللي فيه السموم ويتم تنظيفه عن طريق الفلاتر والمية المعقمة ويتم إرجاع الدم الصافي المعقم للجسم الإنسان ويتم هذا بواقع أربع ساعات ثلاث مرات أسبوعيا واللي موجود عندنا طبعا في مستشفى الجامعة فيه عندنا الغسيل البريتوني اللي هو عن طريق البطن بنحط قسطرة في البطن ويتم عمل الغسيل بعادة في البيت يعني المريض بأخذ حاجته من المواد السوائل اللي بيعبي فيها البطن لمدة أربع ساعات وبعدين بفضيها طبعا ثلاث مرات يوميا هذا الغسيل لازم يكون يومي نعم بس أنا سمعت حضرتك بتحكي أنه ثلاث مرات هلأ ثلاث مرات يعني هذا هو يعني فترة الغسيل اللي خلينا نقول غالبا بتصير مع المرضى هلأ فيه ممكن تكون مرة مرتين ثلاثة يعني حسب حالة والله هو يعني معظم الدراسات بيانت أنه لازم يكون ثلاث مرات هلأ فيه مرضى بيكونوا يعني وضعهم أحسن شوية يعني مثلا البول طبيعي ما بزيدوا وزن بيكونوا بوضعهم مدرات بول هذول المرضى غالبا ما نحكي لهم يخسلوا مرتين طبعا حسب كفاءة الغسيل لازم يكون كفاءة الغسيل حالية هي اللي أكثر كمان بتجبرنا لعمل غسيل ثلاث مرات أو حتى فيه مرضى بيخسلوا أربع مرات أسبوعيا طب دكتور منعود لشهر رمضان المبارك ما علاقة الصوم بأمراض الكلة؟ يعني زي ما حكينا الكلة عضو مهم بالتنظيم أملاح الجسم وسوائل الجسم طبعا الصوم هو امتناع عن الأكل والشرب لمدة حسب من 12 إلى 18 ساعة حسب الأشهر طبعا نعم وهي تعتبر فترات طويلة بنوعا ما خصوصا بالصيف ففي قلة سوائل والكلة راح تتأثر بهذا الإشي أنه يعني لازم الكلة تتفاعل مع الموضوع وتحس أنه فيه نقص سوائل وطبعا راح تتكيف معه حسب فترة الصيام لما يكون فيه مشكلة في الكلة راح تكون المشكلة أصعب شوي للتأقلم مع الصيام طب دكتور يعني بالنسبة يعني احنا هيك بنفهم أنه الرابط ما بين الصوم وأمراض الكلة هو السوائل السوائل لأنه لا يكونش فيه جفاف بس أنا أنا حسب وجهة نظري أنه هون السوائل ممكن تكون سيف ذا حدين يعني إذا قلت السوائل في بعض أمراض الكلة ممكن نحكي أنه راح يصير فيه جفاف وهي ممكن تأثر على الكلة في نفس الوقت إذا زادت السوائل عن يعني عن الوضع الطبيعي أو يعني أو كثرت فهم برضو ممكن يتأثر على الجسم بشكل عام هي زي ما حكيت دكتور يعني هي سيف ذو حدين طبعا إحنا لأن عشان هيك بنحكي للمرضى مثلا من المرحلة الأولى في القصور الكلوي المزمن من المرحلة الأولى للمرحلة الرابعة لازم يشربه تقريبا لترين لثلاثة لتر في اليوم نعم إذا كان عندهم البول طبيعي يعني إذا إنسان كان البول طبيعي بحيث أنه ما يصير فيه احتباس للمية في الجسم نعم ما يطلع المية على الرئة أو في الإجرين أو في الوجه طبعا مرضى الغسيل الكلة لما بدهم يصومه طبعا من نحكي لهم أنه ما يشرب أكثر من لتر لتر ونص يوميا نعم لأنه بالعادة مرضى غسيل الكلة ما بيكون فيه بول وسوائل كلها يتم سحبها يعني عن طريق غسيل الكلة نعم فمنفضل أنه ما يشربوا كميات كبيرة من الماء طبعا دكتور يعني المريض مريض الكلة عشان يهيئ حاله لصيام شهر رمضان قبل ما يدخل شهر رمضان الفضيل ما هي الإجراءات اللي لازم يقوم فيها يعني أهم شيء يعني حضر حاله كذلك كيف لازم يحضر حاله لصيام رمضان أكيد يعني بده يحضر حاله يعني هو يعني أغلبهم مرض مزمن نعم يكون يتابع مع دكتوره فيه أدوية معينة مزمنة كمان لازم يتم تنظيمها لازم يعمل فحوصات يتطمن على الوضع وضع الكلة ووضع الدم يعني لازم يراجع كالسيوم أكيد لازم كل إنسان لأنه كل حالة بحالتها كل حالة بتكون شخصية كل دكتور بيعرف مرضى منيح يعني راح يوجهه للأكل اللي لازم يأكله المي لازم يشربها كمية الدواء اللي لازم يأخذها هل يستطيع أنه يقسم الدواء على مرتين هل بإمكانه الصوم أو مش بإمكانه الصوم كل هذا لازم يكون باستشارة الطبيب المشرف على المريض طيب دكتور ما هم المرضى الذين لا يصومون شهر رمضان مبارك؟ يعني بشكل عام المرضى اللي بصومون شهر رمضان هم مرضى اللي بكونوا يعني داخلين على المستشفى زي مرضى للقصور والكلة والحاد يعني هاي بتكون مرحلة حادة زي ما حكينا هو حاد إذا يتم علاجها بالمستشفى يعني بتكون من نقص سوائل من جفاف من التهابات يعني إذا يحتاج إلى علاج في المستشفى طبعا لا يستطيع الصوم طبعا المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة أخرى مثلا زي مرضى القلب مرضى الكبد المرضى اللي عندهم طبعا تبول بشكل كبير المرضى اللي عندهم بوليوريا نسميها أو إذا كان مرضى السكري غير منتظم كمان هاي الحالات يعني نفضل عدم الصيام عشان يعني بكون فيه بكون صعب السيطرة على سكري وممكن تعرضوا للجفاف ونقص السوائل نقص السوائل طب المرضى اللي بقدروا يصوموا في شهر رمضان من فئة مرضى الكلا طبعا أغلب المرضى بإمكانهم يصوموا مثلا مرضى القصور الكلوي المزمن اللي حالتهم مستقرة بإمكانهم يصوموا طبعا مع المتابعة قصور قصور الكلوي المزمن اللي هم يعني بغسروا اللي هم لحالات مستقرة هو بس مجرد قصور اللي هو من الدرجة الأولى إلى الرابعة ما وصلناش مرحلة الغسيل المرحلة الغسيل فيها استثناء مرضى زراعة الكلة بعد السنة بإمكانهم يصوموا أغلب الدراسات اللي نعملت وجدت أنه مرضى زراعة الكلة بإمكانهم يصوموا بعد استقرار الحالي يعني بعد سنة من الزراعة كانوا يصوموا بشكل طبيعي مع تنظيم طبعا الأدوية لأنه وجدوا أنه ما فيه اختلاف بمستويات الدواء خلال فترة الصيام أو عدم فترة الصيام مرضى غسيل الكلة فيهم استثناء طبعا أنه أيام غسيل الكلة فيه سوائل ومحالي اللي تنعطل المريض طبعا بحد ذاتها مفطرة بما أنه بوخة سكر وأملاح ويعني الفتاوي طلعت أنه هاي بتفطر المريض أما الأيام اللي بدون غسيل بإمكانه طبعا يعني غير أنه بوخة سوائل خلينا نحكي وهي تعتبر مفطرة من الناحية الدينية من الناحية الطبية يعني هل هناك مجهود على أو يعني خلينا نقول فقل طب صحية على المريض فترة الغسيل بتمنعه أنه يصوم بشكل عام هو يعني المرضى هذول بأخذوا أدوية كثيرة نعم والصيام صعب عليهم وطبعا مع سحب سوائل مع فترة غسيل أربع ساعات يعني عملية متعبة خليناك وخصن ممكن يصير فيك عدم انتظام في ضغط الدم أكيد أكيد أو هبوط في ضغط الدم أو هبوط أو ارتفاع طبعا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وساعها بس أغلب الدراسات برضو وجدت أنه ما في فرق لو صاموا أو ما صاموا ما كان فيه كثير ضرر على الصحة بشكل عام طيب دكتور مرضى يعني اللي بعانوا من الحصوات والكلية ما تأثير الصوم عليهم؟ فيه طبعا فيه دراسات عملت على تقريبا 1300 مريض حصوات كلية وجدوا أنه ما فيه فرق بين أنه صاموا أو ما صاموا يعني ما تغيرت العوامل اللي بتزيد الحصوة يعني زي الكالسيوم في البول أو الأقزلات أو ملح الأقزلات يعني في البول أو العوامل التي تمنع تكون الحصوات زي السستين ما وجدوا أنه تغيرت هاي العوامل بسبب الصيام هي مشكلة الحصوات الكلا الوحيدة أنه إحنا بنحكي لهم اشربوا مي بزيادة إذا شربوا مي خلال فترة الإفطار اللي هو يعني من المغرب للصحور بكميات منيحة بتصور ما راح يصير معه كيف لازم يكون تناء يعني شرب المي كيف على أي جهة يعني هلو هناك خلينا نقول يعني معايير بتناول السوائل أكيد يعني مرضى يعني قصد لي مش مرة واحدة أو يعني كدهش لازم تكون الكمية يعني إحنا بنحكي خلال اليوم كله خلال فترة الإفطار من لترين لتلاتة لتر طبعاً دو يشربها على فترات ما راح يشرب من مرة واحدة أكيد يعني وهي طبعاً تأخير السحور ويأخر السحور للأذان بحيث يشرب أكبر كمية من المي نعم دكتور التهابات الكلة والمسالك البولية التهابات الكلة والمسالك البولية برضو مش عامل إنه يعني الإنسان يفطر عليه عشانه يعني يعني هاي عادةً العلاج بيكون مضاد حيوي المضاد الحيوي بنعطى يا مرتين باليوم أو مرة واحدة يومية كان المريض يأخذها مرة واحدة يومين على الإفطار أو على الإفطار والصحور يعني باليوم إلا إذا كان طبعاً التهاب معقد بحتاج أدوية في الوريد ويحتاج مستشفى نعم أما الالتهابات البسيطة في المسالك البولية بالعادة ما بتحتاج إنه الإنسان يفطر طب دكتور عماد يعني خلالي نحكي إنه يعني حضرتك وجهت مريض للصوم أجل عندك أو حكيت له صوم ما في أي مشكلة كيف تنصح المريض في الشهر الفضيل من ناحية يعني ضبط خلينا نقول يعني بعض القواعد الأساسية لضمان صيام آمن بدون أي مضاعفات من ناحية الكلة يعني إحنا بالعادي مرضى الكلة والقصور الكلوية يعني إحنا من المرحلة الأولى للرابعة منيحكي لهم طبعاً زي ما حكيت إنه نعم يحاولوا يشربوا سواعل بزيادة نعم من لترين إلى ثلاث لتر يومياً إذا لم يكن لديهم يعني انحباس أو احتباس في البول يعني البول كميته طبيعية ما يبتعدوا طبعاً عن الأكل المالح نعم السوديوم ملح الطعام نعم المخللات طبعاً يبتعدوا عن المقالة يبتعد عن الأكل اللي فيه بوتاسيوم مثل الموز والمشمش البندورة نعم يبتعد عن الأكل برضو اللي فيه فوسفور زي الألبان والأجبان المكسرات طبعاً يبتعد عن القهوة والشاي نعم يعني هاي الأشياء اللي مننصح فيها أنه تطلع من مائدة الطعام تبعت المرضى القصور الكلب هل بعض السلوكيات الخاطئة اللي يعني ممكن أن نشوفها في رمضان مثل الصهر يعني عدم النوم خلينا نحكي تناول الطعام بكميات جداً كبيرة لابتعاد عن فترة أو مثلاً تهميش فترة الصحور المشروبات الغازية قطر الحلويات هل هاي الأمور ممكن تأثر على الكلاب صورة مباشرة؟ آه أكيد يعني هاي الأكبر يعني من معظم المشاكل اللي من لاكيها مع المرضى اللي هو عدم الالتزام أنه يعني بيهمش فترة الصحور فيبيجيك طبعاً تعبان ووهن نعم فعشان هيك بنحكي لهم أنه لا بالعكس لازم تتصحر يعني الصحور وجبة أساسية لازم تأكلها حتى بنحكي لهم يوكلوا ثلاث وجبات نعم يوكلوا الأكل اللي بيطول الهضم تابعه زي الخبز الكميح البوكوليات الخضروات السلطة نعم آآ زي ما حكينا يركز على الصحور يوخد فيه سعرات حالية عالية طبعاً يبعد عن الكهوية عن الحلويات كيف لازم تكون صحور المريض؟ لأكل الحلو نعم الكضايف والكنافة وهلأشياء هاي برضو كلها بتعطش نعم وغير مفيدة للجسم طبعاً واجبة الصحور كيف لازم تكون لمريض الكلاء أو الفشل الكلاء؟ يعني واجبة الصحور لازم تكون فيها زي ما حكينا الأشياء اللي فيها سعرات حرارية عالية آآ الأشياء اللي بتطول يعني تتنهضم نعم زي حكينا خبز القميح والأشياء هاي وطبعاً مع تركيز على شرب السوائل ولي بتعاد عن الأشياء اللي حكيناها اللي فيها البوتاسيوم، الصوديوم، الأملاح المخللات المكالي هاي كل آياتها لازم يتم تجنبه طب دكتور حضرتك كيف بتتابع مرضاك اللي بصوم شهر رمضان؟ يعني في العادة لما بنحكي للمريض إنه مثلاً مسموح لك الصوم نعم لازم يعني يعمل مراجعة تقريباً كل أسبوع نعم لأسبوعين يعني ماكسيموم أسبوعين كل أسبوعين يتم عمل فحوصات إله وتحليل عشان نشوف تأثير الصوم على الكلام إذا شفنا إنه فيه ارتفاع في الكرياتينين أكثر من 30% وقتها راح نمنعه من الصيام نعم هل فيه مراجعات دورية يعني المريض يجب أن يقوم فيها خلال شهر رمضان لطبيبه بشكل دوري يعني أقل ما فيها كل أسبوعين يعني مرة في نصر رمضان طبعاً مرة أول الشهر مرة في نصر رمضان ومرة آخر خوامة طب ما هي الأمور أو المضاعفات اللي ممكن تصير مع مريض الكلا الصائم ولازم ينتبه لها ويكسر سيامه أو يفطر طبعاً إذا هو بالعادة إذا كان مريض يعني قصور كلاوية مزمن وصار عنده أعراض مثل إسهال مراجعة الجفاف وقتها أكيد لازم يعني يفطر لأنه راح يكون فيه زيادة في الجفاف نعم وأكيد راح ترتفع وضائف الكلا يعني إذا حس بأعراض الجفاف أكيد إذا حس بارتفاع ضغط إذا حس بالدوخة عدم انتظام في السكري أو انخفاض الضغط ممكن أكيد انخفاض الضغط ارتفاع الضغط أي أعراض لازم يراجع المستشفى طب دكتور بما أنه حضرتك استشاري في زراعة الكلية آآ يعني عملية زراعة الكلية بصورة مختصرة إيش بتضمن هاي العملية وإمتى منلجأ لها عملية زراعة الكلية يعني هي من الخيارات اللي توصل للمريض في المرحلة القصور الكلية واللي هو المرحلة الخامسة نعم احنا منحكي للمريض آآ يا بتعمل غسيل كلا دموي أو بريتوني أو تزراع كلا نعم زراعة الكلية محدودة عندنا لأنه تتم بس من الأقارب نعم ومن متبرع حي عكس الدول برة الدول برة فيه ليستة للتبرع للزراعة الأعضاء نعم طبعا بيتصلوا على المريض إنه تعال فيه إلك كلية إلك زراعة بس هون عنا لا لازم يكون فيه متبرع قريب لازم يكون فيه تطابق فصيلة الدم تطابق بالأنسجة لازم يكون المتبرع خالي من الأمراض نعم آآ يتم حجز موعد إلو طبعا فيه مجمع فلسطيني الطبي نعم ويتم العملية والعمليات ما شاء الله يعني ناجحة بنسبة سبعة وتسعين ثمانية وتسعين كمية آآ طبعا بعد الزراعة يتم تناول أدوية مثبتة للمناعة آآ من مرتين مرة أو مرتين في اليوم والالتزام طبعا بمواعد المراجعات نعم دكتور عمد مرضى اللي يعني عملوا زراعة كلية بقدروا يصوموا أو في فترة محددة ما بين زراعة كلية والسماح اللي هم بالصوم آآ بما أنهم باخدوا أدوية حساسة جدا أكيد وهي الحساسة طبعا وهي الأدوية طبعا الهدور كبير في الحفاظ على الكلية في يعني فيه اللي هو آآ سنة من الزراعة نعم يعني من تاريخ الزراعة لسنة لازم إذا كانت الحالة مستقرة نعم يمكن المريض زراعة كلية أنه يصوم نعم طبعا مع تنظيم الأدوية مع طبيبه أنه أنت يأخذ الأدوية بدل ساعة تسعة أو ساعة تسعة بالليل بده يصير يأخذها على الأفطار وعلى السحور نعم لأنه فترة الدواء بين الدواء والثانية بالعادية 12 ساعة نعم فبدو ينظمها على طريقة ثانية اللي هو في رمضان طب بالنسبة للأدوية بشكل عام للأدوية المختصة بعلاج أمراض الكلة والصيام كيف يجب ترتيبها؟ أو هل هناك أدوية مثلا لا تسمح بالصيام؟ أدوية لا تسمح بالصيام لا أعتقد يعني فيه اللي هو بس مرضى السكري وذا بيكونوا بأخذوا أنسلين نعم ثلاث مرات هذه صعبة عليهم تكون يعني ينظموا أدويتهم للصيام نعم أما اللي بأخذوا للحبوب العادية عادي بيقدروا ينظموها بين الإفطار والصحور يعني أسهل للتنظيم نعم مرضى يعني القصور الكلوية المزمن بالعادي يعني ما بأخذوا أكثر من دوين يعني من صباحا ومساءا في العادي في الأيام العادية فإمكانها تتوزع بين الإفطار والصحور طيب دكتور يعني نصيحة حضرتك بتوجهها لمرضى الكلاء في هذا الشهر الفضيل يعني نصيحتنا أنه هو يصوم وتصحه طبعا بس برضو يعني يريدوا الله بكم اليسرى ولا يريدوا بكم العسرى ولا يكلف الله نفسا إلا وساء يعني احنا بنعرف أنه كل الناس بتحب تصوم وكل حتى المريض بتحب يصوم قبل الصحيح طب دكتور يعني دكتور حضرتك يعني الصيام ما هي يعني يعني إيش يعني الفوائد اللي ممكن نلتمسها في الصيام في أمراض الكلاء هل هناك فوائد ملموسة ملحوظة يعني حكت عنها الدراسات خلينا نحكي يعني الصراحة ما في دراسات تبين أنه يعني حد علمي ما في دراسات تبين نعم من خبرتك دكتور مثلا أنه صار في فائدة نعم يعني فوائد في الصيام نعم لا كانت الحالات بشكل عام مستقرة يعني لم يكون هناك تحسن أو سوء يعني أنا بحكي مثلا على مرضى الغسيل يعني مرضى اللي بيغسلوا بعملوا غسيل كلاوي هلأ بصير طبعا ما بشربه خلال يعني النهار وتكون كمية السوائل اللي بخدها كمية قليلة جدا يعني إذا ضبط كمية السوائل اللي اللي مثلا راح يشربها بعد الفطور فهون ممكن أنه هل ممكن أنه نقلل فترات الغسيل مثلا؟ يعني أنا بعرف أنه لكل مريض كلا أنت بتعملوا له جدول كدهش شرب كدهش لازم نسحب منه سوائل هلها إلها علاقة مباشرة مع تقليل نسبة الغسيل يعني فترات الغسيل؟ ما أحكي لك هو يعني ما فيها الالتزام اللي فعلا أنت تحكي للمريض مثلا أنه لازم تشرب لتر نعم يعني أنت صمت اليوم المريض نعم صمت المريض غسيل الكلاه صمت اليوم أجا الإفطار من الإفطار للصحور ما منتشرب أكثر من لتر يعني بجزء ما يلتزمش فيها واحد يعني من الإفطار للصحور بشرب أربعة أو خمسة لتر فهي هي يعني هون لازم يكون فيه دبط دبط لو فيه التزام وضبط أكيد راح يكون الصيام أحسن راح تكون الصيام أحسن راح يكون نتيجة الصيام أحسن من نتيجة الإفطار يعني رب العالمين كالصوم وتصعق نعم بس لازم يكون فيه التزام دبط أكبر نكمل النصيحة اللي حضرتك بلشت بيها لعزائي المشاهدين أه حكينا يعني إنه كل الناس تحب تصوم نعم وهي طبعا فرض بس طبعا زي ما حكينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولا تلقوا بأنفسكم ولا بتهلك طبعا وإن شاء الله كل عام طبعا إن شاء الله شكرا إلك دكتور عمال شكرا على الحلقة الرائعة هاي شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم إلينا اليوم انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم